اشتركوا في القناة الفن اللي تعمل معاه ادارة تطبيقاتي وحساباتي كلها عن طريق الواتساب اجتماعاتي الان صارت كلها على الواتساب فالموضوع يهمني جدا بأفهم يسوى يعني نستمر مع هالتطبيق او نترك هالتطبيق مو فاهمين وكل واحد يتكلم للأسف حتى بعض المتخصص بالتقنية ما فهمت شي يبغي يقول ولذلك سويت بحثي الخاص سويت بحث الخاص بهذا التحديث الاخير وباذن الله تسمعون كلام في هذا المقطع مرتب كلام مرتب لن تسمعوا حتى في حزابات التقنية باذن الله يعطيكم مختصر المفيد مثل ما عوتكم طبعا التطبيق الواتساب الان بلغ عدد مستخدمي اكثر من ملياري مستخدم حتى الان عدد ضخم جدا فاجعتهم منشوة والغرور انا بعد يعطيكم مع الملح الخبر مع الملح يعني فسووا حطوا شروط للمستخدمين والشروط الجبارية مو كيفك يعني وهذه الشروط والتحديث الجديد اثارت الدهشة والقهر والغضب لدى المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي وبدأت تحذير من هذا التحديث هناك تساؤلات كثيرة عند كل من يستخدم الواتساب وفي ناس سألوني قلتم صراحة ما ادري خلني اشوف الموضوع فالان اتيت باهم الاسئلة واجيب عنها يأتي السؤال الاول ما هو هذا التحديث الجديد الواتساب يطلب المستخدمين الموافق على السماح بالمشاركة في الاطلاع على بياناتهم يك رسالة في يعني موافقة يا تأجيل والتأجيل لا وقت بعد الشي المطلوب انك انت توافق على ان بياناتك تشاركها مع جيء اخر بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الامر الاكثر دهشة وغرابة هو انه في عدم في حالة عدم القبول بشروط الخصوصية الجديدة فسيحذف حسابك الواتساب اعتبارا من طريق 8 فبراير يعني الشهر الجاي انت من غير واتساب يا حبيبي يتوافق يا مع السلامة ما فيه ما فيه خيار ثالث هذا السؤال الاول السؤال الثاني كل هذا التحديث والضجة علشان من ليش هالتحديث وزعله ناس اهام كل هذا علشانه عيون شركة فيسبوك والشركات التابعة للفيسبوك اصلا كمعلومة تعرفون يمكن اغلبكم ان الواتساب مملوكة للفيسبوك لكن تعتبر هي مستقلة فالان لا الان يقول لك لا عشان فيسبوك احنا عندنا تحديث فتطبيق الواتساب الان كل بياناتك ستشاركها مع شركة الفيسبوك يقول لك شوف الواتساب شوف احنا بياناتك عندنا ممشكلة لكن انا التحديث الجديد بياناتك حتى شركة الفيسبوك بتطلع عليها والشركات التابعة للفيسبوك وبعد ذلك يمكنها ان تستخدم هالبيانات مع من يعني الفيسبوك تستخدم هالبيانات في ايه استخدم مع مزودة خدمات ومتاجر الالكترونية بالتبعية يعني ممكن تتعاون وتستخدم تستفين هالبيانات في متاجر الالكترونية بيزنس فليظهر ان الهدف تجاري واحتمالا يكون غير تجاري الله اعلم انا ما قلت شيء بس اقول يعني اللي يظهر انه هدف تجاري لكن فيه هدف اخرى الله اعلم هذا السؤال الثاني نأتي للسؤال الثالث وهذا السؤال المهم اللي كثر فيه الكلام السؤال الثالث هل يعني ذلك ان كل معلومة اكتبها في الواتساب او ابعث رسالة او صورة او فيديو او صوت سيأخذ الواتساب نسخة منه ويسلمها للفيسبوك والشركات التابعة للفيسبوك اه هنا مربط الفرس هم يقولون لا هذه الواتساب وهنا صار لخبطة كثيرة ونص لخبطوا ودمجوا بين اكثر موضوع هم يقولون نحن نشارك البيانات وليست المعلومات اها يعني هم يفرقون بين البيانات وبين المعلومات البيانات مثل رسالة رسلتها معلومة صباح الخير الجماعة صباح الخير صباح الخير ومساء الخير وجسمه ومقاطع من هناك ومقطع لك فيديو الحالة مقطع لك فيديو الصوت تزيل الصوتي فيديو صورة اي شيء من يومياتك من اشيائك العامة من غيرك منك اي شيء المعلومات هل سمن المعلومات اللي ترسلها انت يقول لك هذي ما نجيسها ها هذي ما نجيسها لكن احنا بنشارك البيانات واحد بقالسي شو البيانات فهمني يا شيخ افهمكم ولا يهمكم افهمكم ولا يهمكم صار سجعني وانا تحسون الشيخ مثلك القرآن ندرسكم حديث نعلمكم بدين نشرح لكم حتى التقنية بنوضح لكم بإذن الله مدام هو يهم كل مسلم ومسلمة احنا لابد كشيوخ الدين نتكلم في المواضيع واحد يقول لي يعني الشيوخ الدين شو دخم في التقنية شلون دخلنا شلون ما دخلنا يعني الوضوع لازم ندخل والشيوخ دين لابد يتكلمون في ما يهم الناس الآن هذه لها علاقة بياناتك معلوماتك أسرارك عرضك لابد احنا كشيوخ دين نتكلم في هذا الموضوع ونبحث ونسبحنا الخاص ونشوف الضابط الشرعية والمعايير الشرعية وكذا يجوز ما يجوز ونتكلم هو هذا اللي أنا أشوفه فأنا أتكلم في هذا المقطع أدين الله تعالى أني مأجور عليه مو فقط لأنني أدخل في التقنية لا نريد أن نعلم الناس ونقولهم شنو ممكن تسوي ومع ذلك أيضا فوق ذلك التقنية بوضح موضوع أكثر لأنه صراحة الكثير لتكلمه ولأخبطه فهو الشركة كلامه هذي تقول لك نحن نفرق من المعلومات وبين البيانات المعلومات نحن ما نجيسها إلا هي صورك رسالك فيديوهاتك خرابيطك صباحك الخير مساءك الخير ما لنشغله ما لنشغله هاي ما نجيسها ننسي نشغل في شنو في البيانات هل فهمنا شو البيانات هذي بعد معلومات بيانات معلومات فهمنا شو البيانات أحين بفهمكم لتستعيلون شربوا تشاي حار هدوا ترعانة تعبت ساعات ما طالعكم المعلومات تبغي بالسرعة ما يصير ننزل البيانات قال لكم مثل رقم الهاتف هي مكان يقول الهاتف يصير عند شركات فيسبوك والشركات تابعة لها وتجارية وغير ذلك صورة الحساب صورة حسابك وتحديد موقعك أنت وين بالضبط في أي قارة موجود في أي مكان فيعطيك هالبيانات يعطونها تحديد موقعك معرفة لغتك عراف بعدين ميزون العرب عندنا كم الهنود كم اللي تقريبون اللغة الإنجليزية كم الفرنسية كم فهم خوارزيمات وشغلهم ونشاطاتك على التطبيق مثلا دخلت كم دخلت كم كثت النشاط عادي كلها هما يدرسونها وعلي نحللونها إضافة لتحديد المعرف الرقمي IP لجهاز الحاسوب تبعك أو الهاتف اللي تستخدمه يعني حتى في جهازك هذي بدخلون فيه عرفت ومعلومات جهازك سواء كانت جهاز حاسوبي أو تليفون يوصلون هذي الجهاز شنو آيفون ولا سامسونج ولا كذا وحتى يعرفون لما يدخلون في جهازك بدت البطفلية كم إلى هالدرجة المعلومة الدقيقة عندهم فكل هذي يسمون البيانات هالبيانات يأخذونها ويعطونها حق الفيسبوك كما أيضا تشمل هذه نقطة أخرى تشمل أيضا جمع معلومات حول معاملاتك الدفع والبيانات المالية الخاصة فيك يعني أنت عندك بيانتك معلومة المالية في الجهاز مرة تشتري مرة تبيع وتبيع وتشتري أمازون ما أمازون والحسابات والإستقرام لتصال دفع أونلاين بياناتك يا حبيبي كلها موجودة عندهم نسخة عرفت فهذه المعلومات يسمونها البيانات هالبيانات يشاركون فيها الفيسبوك والشركات التابعة لها على الشركات التي تابعة كم أنواد لي ما أحددها ومقصود بها الشركات التابعة شنو يعني يمكن أن يتعاملون معها في الدعايات والإعلانات أو شركات أخرى كما قلت ما لي دخل يعني هما ظهر كأن الوجهنا المقصد تجاري والله أعلم فهذه الشي اللي هما يقولون نحن نشارك فيها أما المعلومات ما لن نشغل فيها فيا حبيبي أنت معروض للبيع خلنا نكون واضحين أنت فيه لا فيه مكتوبة على صدرك أنت ما تشوفه لكنهم ما يشوفون للبيع فهم قاعد يبيعونك يبيعون هذي تكسبون وراء هالبيانات الموجودة عندك فلأسف الشديد نحن معروضين للبيع وتبقى الخبر يرفع الضغط أعطيكم شيء يرفع الضغط قبل أن أعطيكم معلومات بس بعد نعطيكم شيء يرفع الضغط اللي يفع الضغط اللي يخاف من نرفع الضغط يشرب لكركديه كركديه فأعطيكم فهذه صحية كركديه يشرب باردا وحارا إذا كان هو حار فهو إذا كان شربت الكركديه هو حار فهو ينزل الضغط لا يرفع الضغط وإذا شربتها بارد ينزل الضغط هذا المعلومة اللي عارفها يعني عن الكركدي وإذا في تصحيح تصحيحوني في التعليقات في الشاهد اشرب كركدي اشرب كركدي قبل أن أقول لك هالمعلومات أكدت شركة الواتساب أن المستخدمين في المملكة المتحدة يعني برطانيا شمعتها وأوروبا لن يشاركوا بياناتهم مع فيسبوك يا عيني يا عيني وقال متحدث باسم واتساب لا توجد تغييرات على موضوع مشاركة بيانات واتساب في المنطقة الأوروبية أفاء يعني هالتحديث الجماعة خاص بالدول العربية والإسلامية الشرق الأوسط دول الجنوب شرق آسي وهالدول يعني أما أوروبا وأمريكا وبريطانيا وهالدول لا هذين وضعهم ماشي مثل مكان واحد يقول أفاء ليش أفاء ليش ما يصعد عيونهم خضر عيونهم بزرق أنت عيونك سودة كحلة عيال البطة سودة لبس لبس الطاقة سودة اليوم أنزل فالشاهد يعني شوف تمييز كيف هذه شيء يعني يقهر نأتي الآن السؤال الرابع هل هذا الأمر خطير يعني هل هذا الأمر يقلل نسبة الأمان في الواتساب الجماعة ودولوك من الواتساب يأكدون أن نسبة التأمين جيدة جدا هذي كلاما هما يقلل ترى الأمان لا يتم معلوماتك من طلحها صورك مقاطعك الصوتية الأمان مرتفع جدا هم يقولون لكن أنا أقول لابد أن تعلم أن هناك طرف آخر لديه بياناتك وضحت في الرسالة ووضحت السؤال الأهم والأخير ما هو الحل آه ما هو الحل أنا ممكن أجيب على هذا السؤال بثلاث نقاط النقطة الأولى أنت قرر ماذا يناسبك تستمر أو تحذف التطبيق إذا تصدقهم حسب كلامهم والله إحنا ما أنا أخذ معلوماتك ما هي بياناتك في أنت قد تقول الله ما يهمني خذوا رقمي ولا عرفوا مكاني ولغتي شلي خصان أنا إنسان على قد عاسهم عرفوا حتى رقم فانيلتي الفانيل اللي أعرفوا رقمه ما يهمني في ناس بهذه الطريقة ما يهمهم الموضوع الخصوصية في إذا كنت من هؤلاء أقول يعني مش أمورك وخلي تطبيق عندك ولا يأثر إن شاء الله وحتى لو بعضهم مصدق يقول له ما أصدقهم أنسان فأيك شخص مصدق وأنا فقط البيانات واحد يقول لك لا أنا ما أصدقهم احتمال حتى صوري وبياناتي بس يقول لك بعد ما يتفرق عندي أنا شنو عندي يعني الصوري خلي شوفون صوري ما فيها شي يحلي لي ما عندي شي ولحالي خلي شوفوا صوري وانا قاعد راكب دراجة ولا في البيت ما يأثر يعني مقاطعي الصوتية وش عندي أنا حتى لو تكلمت ما بي شي عندي لا صور ولا فيديو ولا عندي شي يعني أخاف عليه عسا منشروا وخذوا وباعوا سيم سيم فأنا علمهم هذي قرار يرجع لك أنت أنا أعطيتك المعطيات كلها كواحد ثين ثلاث عاد أنت قرر خاص أنه هناك فيه تراجع خفيف أي سمعنا أنه أنه فيه بيان ما اطلعت علي بس وصلني بواتساب يعني وصلني بواتساب أنه الواتساب قالوا يعني هذي ترى لا تخافون لا تحوتون لأنه صاروا صار نزوح جماعي من تطبيقات أخرى فقالوا لا لا ترى ها لا تخافون ترى يعني ترى ما نقصد كل الحسابات أنتوا أنتوا كمراجعين ما لا نشغل فيكم عاديين نتكلم الحسابات التجارية في الواتساب مو كلهم إذا أنت حسابك متجاري ما لا نخص فيك هذا يعني طلع التراجع الخفيف عادي تصدق ما تصدق أنت راجع لك الموضوع وانت حدد هذا المعطة هذا الأمر الأول عشان أنت تأخذ قرارك الأمر الثاني هناك فيه كما قلت موجة نزوح لتطبيقات منافسة مثل تيليجرام وسيقنال وغيرها من تطبيقات المراسلة يقول لك هذي تيليجرام استفاد يا جماعة والله ساعة قرار خطأ يورط الشركة ويخسرها يقول واتسابلان خسروا من هالقرار الغبي ثمانية في المئة ثمانية في المئة ترى ثمانية في المئة مو يرقم بسيط ترى هناك عندك حسابات بالمليارات بالملايين دولارات وهذو ناس موديين يحسبونها يعني بالفلوس ثمانية في المئة في مقابل تيليجرام في هالقرار الغبي استفادت تيليجرام زاد عندها خلال هالفترة اكثر من مليونين نزلوا في التطبيق تخيلوا فالشاهد الامر الثاني انك خيارات اخرى ممكن تروح انا صراح في ياتني كم رسالة بعض الاخوة اللي فاضل قرر لشيخ وداعا تركنا الواتساب ورحنا تيليجرام اذا تبقتي هذا حسابي ففي ناس وانا كنت لانا متردد يعني فالشاهد في خيار اخر انك عندك تطبيقات اخرى وربعك اللي حادث معهم يوميا تدعوهم الى تلك التطبيقات هذا امر الثاني الامر الثالث جدا مهم وهي رسالة لاخواتنا النساء والبنات والفتيات انتوا بالذات مفروض الامور الخاصة لنتعاملوا معا اياك تبعتني صورك فيديوهاتك مقاطعك الصوتية اي شيء خصك الان هذه صارت مو اطراف كثيرة قد تشوف وقد تراسل والتاجر فانت غير لستي في امان في هذه التطبيقات وانتو بثل بناتي انتو بناتنا نخاف على اعراضكم واعراضنا فاياكم انكم تتساهلون في المواضيع فاحذر يعني اذا عندك شيء خاص جدا وممكن عن طريق حلول اخرى موجودة يمكن انا مخبير فيها بس الواتساب الان عليه الكلام كثير فحاسبوا يعني انتو اعراضنا انتو بناتنا انتو اخواتنا فاياكم تتعاملون بالامور الخاصة مع هذا التطبيق اما يعني عموما عموما كما قلت انا عن نفسي يعني بعيدا كدحاتي انا بواصل للتطبيق الى ان يستدج يعني يكون في امر جديد ممكن نشوف الموضوع انا عن نفسي يعني ما عندي شيء خاص ولا شيء وعندي ايضا استعين بتطبيقات اخرى يعني لان انا عندي ايضا شغل نوعا ما بعض الامور الدعوية عندي بعض المقاطع الدعوية عندي بعض الفيديوهات اخاف بعد ياخذوني ينشرون عندهم وانا اللي حما طلعت ما تدري حقوق النشر حقوق الطبي شنو انا ما ادري في الموضوع يعني فاشياء قال انا اشتغل تطبيقات اشتغل على اكاديمية اشتغل على تطبيق البخاري عندي اشياء كثيرة فواحد يحاتي ينزل شيء ما يدري شنو بعد هذا القرار يمكنوا يروح بكرة ياخذون الفيسبوك ينشرونه هنا وانا هناك فانا حاسب يعني امور العادية محادثات اليومية خليها على الواتساب هذه قراري يعني اذا حبيت يعني تعاف شنو قراري انا او شنو اختياري انا امور المحادثات اليومية العادية مع الجماعة مع الربيع مع الاخوة مع الافاضل اللي تواصل مع مع الواتساب اشياء الخاص اللي فيها شغل اللي فيها اشياء اللي اخاف انها تطلع وكذا هذا يخليه في حسابات اخرى تكون اكثر يعني امانا اسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه مادة نافعة وتستفيدوا منها و اشوف يعني تعليقاتكم حول هذا التغطية المتعلقة بهذا التطبيق وهذه التقنية هل انا قدمت لكم معلومة مفيدة واستفدتوا منها اتمنى ذلك واخر دعوان على الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم ونزاكم الله تعالى خيرا